ثمنت مؤسسة حياة كريمة قرارات الرئيس عبدالفتاح أسيسي بزيادة أجور العاملين وأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم اعتبارا من الأول من أبريل 2023 وفي بياننا قالت مؤسسة حياة كريمة أن هذه القرارات تأتي لتشمل حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتؤكد الانحياز الكامل من الرئيس للمواطن وسعيه للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد وذلك للحد من آثار الأزمة الاقتصادية والآثار الناجمة عن الأزمة الأوكرانية